نحن تعلمنا الكثير عن مطوّن قالب المكونات Wordpress تعلمنا الكثير فهذه هي الملفات القالب الخاص بنا فقمنا بإنشاء هنا style.css يعني دعونا نراجع الآن نراجع المعلومات فإذاً بداية قمنا بإنتاج أو إنشاء ملف اسمه style.css في هذا الملف فقط قلنا أن هذا الملف الأساسي لأي قالب Wordpress فيه فقط الترويسة التي فيها معلومات القالب من أهم المعلومات هو اسم القالب أيضاً قمنا بإنشاء ملف مجلد اسمه templates وبداخل templates يوجد النماذج المختلفة فمثلاً لو ذهبنا إلى templates index جيد فبداخله ما الشيء الموجود فيه هو بداخله موجود الheader فإذاً قمنا عفواً قمنا بإنشاء template word header وهذا الheader من أين جاء فعلياً فإذاً مرة أخرى سنجد أن ردينا مجلد اسمه parts فإذا ذهبنا إليه فسنجد أن فيه الheader ومرة أخرى إذا نظرنا للheader ما هو الشيء الموجود به فسنجد أن الheader فيه مكونات wordpress هذه المكونات أو tags gotenberg أو tags wordpress فعلياً نحن تعلمناها كثيراً فبالتالي هذا فقط مراجعة ليس لشرح هذه الأمور فالآن لنعود لموضوعنا إذا ذهبنا إلى الموقع فيبطلت أن نرى هنا المقالات صحيح يعني يدينا هذا الheader جيد جداً فيه قائمة فيه هذه الأمور يمكننا الآن أن نجعل الheader أفضل أن نطور الheader بشكل أفضل لكن بشكل عام هيدر الموقع يكون فيه موجود هذه الأشياء أول شيء هو اسم الموقع وصف الموقع وقائمة وبحث تعونا نرتب هذه القائمة ثم نكمل مع عرض المقالات هنا فبكل بساطة يمكن أن نذهب إلى مظهر المحرر وهذه الطريقة الطريقة الثانية أن تقوم بالنقر على تحرير الموقع هنا في الآلة فسأذهب إلى هنا وسأختار ماذا نختار القوالب ويغينا index هذا الذي سنعمل عليه لاحظوا index فيه هذا يمكن أن نذهب إليه ونقوم بتحريره فمحرر WordPress يعني أنك ممكن أن تحرير كل شيء كل شيء يعني كل شيء فبالتالي هذه القوائم من هنا لتلاحظوا لدينا هنا قائمة ولدينا هذا البحث طبعا أنا البحث أريد أضعه في النهاية في النهاية البحث جيد هنا وهذا Google نحن وضعناه فقط للتوضيح للتوضيح يعني سأقوم بإزالته هنا لدينا مرحبة ولدينا مثال على صفحة يعني نترك هذه الصفحات لا مشكلة يمكن أيضا أن نضيف هنا نضيف شيء جديد ورابط مخصص مثلا يمكن أن نضيف ليس رابط مخصص دائما هذا يضيع مني الرابط الصفحة الرئيسية دائما يضيع مني فإذا بحثت عنه بشكل مباشر هل سيظهر الرئيسية نعم ها هو بحثت عنه رابط الصفحة الرئيسية يمكن أن يكون هنا سأرفعه للأعلى بهذا الشكل وهذا الرابط المخصص سأقوم بحثفه فإذا الآن لو قمت أنا بالنذهب للتنقل لاحظوا رابط الصفحة الأساسية مرحبا وبحث طبعا التنقل موجود طبعا لنرى الإعدادات لاحظوا محاضرة العناصر لليمين مسافة بين العناصر جيد طبعا ربما تقول أين ذهبت لأنا قمت أنا بتصغير الشاشة عندما عرضت هذا وعرضت هذا قم بتصغير الشاشة فظهر قائمة الجوار فإذا الآن لو قمت أنا بإغلاق هذا وإغلاق هذا ستظهر بهذا الشكل الآن سنذهب إلى محرر الشبرة البرمجية سنقوم بنسخ كل هذا لأن هذا هو الهدد ونذهب إلى ملفنا الذي هو PartsHead وسأمسح الموجود جيد وأضع فيه هذا إذن الآن لو أنا ذهبت للعط إلى هنا وذهبت للإندكس أين هو الإندكس فإذن بالقوالب إندكس وسأحرر الإندكس وأرى هل يوجد نحن نستخدم الإندكس من الصفحة من ملف الإندكس الموجود هنا هذا الإندكس الذي نستخدمه الذي فيه فقط الهدى فإن كما قلت أنا يفترض أن يكون لدينا هنا قائمة بالمقالات فكيف نضيف المقالات يعني هذا هو السؤال كيف نضيف المقالات فبكل بساطة يمكن أن أقوم بالنقل هنا أو أقوم بالنقل هنا فبداية نصيذر لك أمات ثم مكونات سنختار مكونات وسنختار استعلام حلقة استعلام ونضيفها سأولغ هذا الآن لدينا هذه الحلقة الاستعلام فيمكن أن نختار نمط معين أو نبدأ بداية فارغة وأعتقد سنجربها كلها لكن دعونا نختار نمط وهذا النمط يعطيك فكرة كيف تريد أن يظهر عناصر مقالتك أو مقالاتك هل تريد مثلا أن يظهر فقط هكذا عنوان مقالة عنوان مقالة بهذه الطريقة يوجد مثلا هنا لاحظوا لدينا صورة وعنوان مقالة لدينا هنا يعني هنا عنوان مقالة ثم فراغ وهنا مقالة أخرى بهذا الشكل يمكن أن تختار النمط فمثلا دعونا نختار هذا النمط مثلا نختار هذا النمط فإذا الآن أصبح لدينا عنوان مقالة مكونات طبعا هذه المقالات التي لدينا في الموقع جيد فإذا قلت أنا بالحفظ بهذا الشكل وعرضت الاندكس طبعا أنا يجب أن أعرض الاندكس فإذا لاحظوا ستظهر بهذا الشكل طبعا لا يوجد هنا ثم نيل لهذه المقالة فتستظهر بهذا الشكل لكن ستظهر كل المقالات ومجرد أن أقوم بنقر على عنوان مقالة سيأخذني إلى صفحة المقالة جيد فإذا الآن هذه الاستعلام يمكن أن أقوم بعد التعديلات له ومثلا هنا يقول تضمين استعلام من القالب يعني القالب الاستعلام الافتراضي الاستعلام الافتراضي يأخذ لك مثلا عشرة أعتقد عشرة أو لا أعرف الآن سنرى لكن قبل الاستمرار أريد فقط أن أقوم بوضع دف حول الاستعلام من خلال النقر على تجميع وبالتالي إذا قمت أنا بنقر بهكذا بتظهر يعني أفضل فإذا هذه الدب الموجودة هنا إذا قمت أنا بتحديدها بهذا الشكل تستخدم كونات الداخلية يمكن أن نوطيها مثلا سفمائة بيكسل هكذا نوطيها هي تستخدمه يعني أنت تأخذ عنوان قسم أقل من هنا عرض أقل يعني وفقط فإذا قمت أنا بالإغلاق بهذا الشكل لاحظوا للدينام هذه الاستعلام الموجود يمكن مرة أخرى أن نحدد الاستعلام من خلال نقر على الاستعلام حلقة الاستعلام تحددها بهذا الشكل إذن هذه عبارة عن حلقة استعلام يمكن أن نستبدل النمط من هنا إذا أردنا استبدال هذا النمط ويمكن أن نختار هل تريد أن تعرضه بعرض المحتوى عرض واسع أم عرض كامل جيد هنا على الجانب لاحظوا تضمين الاستعلام من القالب كما قلت أنه هو نختار الإفتراضي وفقط تستخدم مكونات داخلية للمحتوى يمكن أن نقوم بالنقر على هذا أو لا جيد الآن إذا قمت لاحظوا حلقة الاستعلام هذه خيارات ضبط الإعداد أو خياراتها بالإعدادات لكن إذا قمر نقر على قالب نموذج المقالة لاحظوا يوجد خيارات أخرى لقالب نموذج المقالة فمثلا بقالب نموذج المقالة هنا يمكن أن أحدد كيف أريد أن تظهر هل تريد أن تظهر كقائمة هل أريد تريدها أن تظهر كشبكة مثلا بثلاثة أعمدة فلنرى إذا كانت ستظهر كشبكة لاحظوا ظهرت الآن كشبكة لكن لا يوجد مساحة فظهرت بهذا الشكل كل هذا قابل للتعديل وقابل أن يظهر بشكل جيد الفكرة الآن هي فقط أني أريد أن هذه الخيارات استعرض أمامك الخيارات أما طريقة استخدامك للخيارات هو الفن الذي أنت تقوم به هو التصميم الذي أنت تقوم به فهنا يمكن أن تحدد مثلا ثلاثة أعمدة عمودين مثلا الآن سيكون اثنين طبعا لماذا لم يكن اثنين ربما لأنه ليس هناك مساحة دعوني أجرب لا أنا كتبت واحد واحد فإذا مرة أخرى اثنين فإذا نحفظ حفظ إذا يفترض الآن أن يكون هناك اثنين نعم اثنين جيد فالآن نعض لي هذا هو قالب نموذج المقالة وفيه أعمدة جيد العمود الأول لاحظوا فيه صورة يعني الصورة البارزة للمقالة وهنا ظهرت لدينا صورة بارزة وأيضا بالعمود الثاني يوجد فيه التايتل التايتل هو التايتل هذه المقالة طبعا يمكن أن نظهر أشياء أخرى ليس هذا فقط يعني ليس هذه المعلومات فقط يمكن أن نعرض أشياء أخرى طبعا قبل الاستمرار سنعرض أشياء أخرى لكن قبل الاستمرار أريد ذهب إلى حلقة الاستعلام مجددا ولاحظوا مكتوب هنا تضمين استعلام من القالب إذا قمت أنا بإلغاء تفعيله فهنا يمكن أن أحدد الخيارات التي أريد استرداد هل أريد عشر مقالات في الصفحة أم مثلا ثلاثة أو أربعة مثلا أو ستة جيد وطبعا نعود إلى حلقة الاستعلام فإذا ما الأشياء التي أريد أن أستردها هل هي المقالات أم الصفحات جيد كيف أريد الترتيب من الأحدث الأقدم وهنا أيضا هناك عامل تصفية أخرى خاصة هل أريد مثلا يعني حسب الكاتب مثلا أريد صفحة خاصة بالكاتب الفلاني مثلا ويمكن إذا قمت أنا بهذا ولا أريده بعد أن أقوم مثلا أريد كلمة مفتاحية تصفية حسب كلمة مفتاحية يمكن أن أقوم بإعادة تعيين كل بهذا الشكل وحفظ وحفظ الآن يفترض أن أرى أربع نتائج هنا فإذا هذه هي أربع نتائج أين هي الصفحات أين هي المقالات الأخرى فبكل بساطة يوجد خاصية الباجينيشن هنا يمكن أن أضيفها وأعتقد يمكن أن أضيفها نعم إذا ذهبنا هذه قالب المقالة قالب نموذج المقالة إذا قمت أنا بالنقل على أد آفتر هنا وأد آفتر هنا يمكن أن أختار باجينيشن قائمة الصفحات أعتقد لا ليست قائمة الصفحات تعدد الصفحات تعدد الصفحات أعتقد إذا قمت أنا بإضافتها فإذا ها هي تعدد الصفحات تعدد الصفحات تعطيك الصفحة السابقة أركام الصفحات والصفحة الحالية فإذا أين هي؟ ها هي ظهرت في الأدنى ومرة أخرى تحديث لاحظوا ها هي. فذن يجددين الصفحة التالية ستظهر المقالات الاخرى الصفحة السابقة المقالات السابقة مع العدد. ربما تريد ان لا تظهر ارقام الصفحات يمكن ان تقوم بحذفها بكل بساطة. طيب هناك ايضا شيء اخر ان في حالة لم يكن هناك نتائج ما الشيء الذي انت تريد ان تظهره اذا لم يكن هناك نتائج. فبكل وساطة يمكن مرة اخرى ان تقوم بالنقر هنا وadd after وهنا عفوا تختار plus وتكتب نتيجة او ليست نتيجة result مثلا لا توجد نتائج نعم. فذن هذا لا توجد نتائج فذن هذا سيتم اضافتها في حالة لا يوجد نتائج وهي عبارة عن فقرة. فيمكن ان تكتب هنا لا فانت اغلق هذا يمكن ان تكتب هنا لا عفوا اه ربما انا حدفتها عن طريق الخطأ دينا رمارة اخرى اه ذهبت للاسف قمت بحذفها ساقوم باعادة اضافتها مجددا فهنا دينا عدد الصفحات وadd after لا توجد نتائج جيد فذن هذه هي لا توجد نتائج وهذه الفقرة وهنا ساكتب مثلا لا توجد نتائج طبعا يمكن ان ليس فقط ان اضيف مثلا فقرة يمكن ان اضيف مربع البحث فاذا قمت بadd after جيد وهنا يمكن ان اختار اه بحث نعم ها هو مربع البحث بهذا الشيء ساقوم بالحفظ حفظ والان لنرى طبعا لن يظهر ستظهر اعداد الصفحات لكن لن يظهر موضوع يعني مربع البحث البحث طبعا نحن ما زلنا في البداية وما زلنا بالاساسيات وبالتالي الامور لا تبدو مكتملة لكن ان شاء الله ستكون مكتملة قريبا وسننشئ هذا الموضوع الموضوعات المختلفة فاذا الان هذا يمكن ان اقوم بملف الهيدر بكل بساطة انا اقوم باللسق عفوا لم انسخها انا هذا ما اقول انني لم انسخها اصلا فاذا دعوني مرة اخرى اقوم بالنسخ نعم الان فاذا ها هي هذا هو الكود الخاص بالموضوع فبالتالي انا لو قمت الان بتهاب خروض شفرة برمجية وقمت بالعودة الى هنا ومسح التخصيصات جيد وحفظ وحفظ طبعا تم اضافة الهيدر مرتين لا اعرف هل قمت انا باضافة الهيدر مرتين نعم احذفه مجددا والان تحديث لان يفترض ان تبقى لدينا الاندكس كما هي لان اضافت التغرات هنا فموضوع الكويري سهل جدا فعليا اذا كنت انت بلاحظه ما زال موجود ها هو وهنا ايضا ما زال موجود بهذا الشكل فالان بخصوص هذا الكود ما هو فبخصوص موضوع wordpress query فهي تبدأ بdev لا تبدأ بdev انا اضافت الdev وضعنا dev هنا ولكن الكويري هو فعليا هو بهذا القسم من الكود الذي هو wordpress query فاذا هناك مكون اسمه حلقة الاستعلام او wordpress query ولاحظوا بداية هنا لك ايدي لهذا الكويري ثم لدينا الكويري نحن حددنا انه حددنا انه الصفحة الواحدة نريد ست نقالات اه لا نريد صبحات ونريد ان نبحث عن المنشورات نريد الترتيب يكون تنازلي حسب التاريخ المؤلف لم نحدد المؤلف البحث لم نحدده وهنا لم نقم بإكسكلود اي شيء او استثناء اي شيء لم نوضع اي شيء استيكي او مثبت وهذه الامور الاخرى طبعا بالنسبة للتايب فنحن وضعنا الديفولت جيد طبعا هذا الكويري هذا التاج ينشئ لدينا ديف هذه الديف لها wordpress block query باسمها وبداخل هذا يوجد لدينا شيء اسمه post template post template الذي هو نفسه هذا يعني قالب نموذج المقالة هو نفسه هذا ونحن حددنا ان ال layout نريده grid ونريد two columns يعني عندما قمنا بنقل على هذا حددنا ان هذه grid وقلنا ان نريد two columns لو كتبنا ثلاثة عشرة سيظهر هنا ثلاثة او عشر جيد column count وهذا بالنسبة للتامبلت بداخل هذا التامبلت وضعنا columns جيد وكل column طبعا هو كل column كل شيء تقريبا هو عبارة عن div فبالتالي column هو ايضا div فاذا نلاحظوا انا بداخلها وضعت اعمدة جيد كل عمود فيه شيء فمثلا هنا لدينا بالنسبة للعمود الاول وضعنا فيه post feature image بالنسبة للعمود الثاني وضعنا فيه the title post title ها هو وبالنسبة لتعداد الصبحات كان اسمها wordpress vaccination وضعنا previous وضعنا next ووضعنا ارقام الصبحات وبالنسبة لل no result اسمها wordpress query no result وضعنا فيها paragraph وضعنا فيها مربع البحث فاذا هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ انا اعرف انه كثير لكن هذه اسماء هي مكونة هو مكون كبير اسمه الحلقة الاستعلام بداخله مكونات مختلفة فاذا بالنسبة اللي نرى هنا ونسمي هذه المكونات نسميها بالنظر يعني لاحظوا حلقة الاستعلام wordpress query قالب نموذج الصبحة post template هنا لدينا اعمدة اعمدة columns العمود الواحد column بدون اس هنا لدينا featured image التي هي post feature image صحيح؟ اتأكد لانني لست متأكدة من الاسم فاذا ها هي post featured image صحيح ولدينا هنا title post title عمود column فيه post title بالنسبة لي تعدد الصفحات اسمها query pagination فيها previous فيها next فيها ارقام الصفحات بالنسبة لي لا توجد نتائج هذه اسمها wordpress query no result وانا وضعت فيها فقرة يعني wordpress paragraph وضعت فيها بحث يعني wordpress search وكل واحد من هذا لها بالتاج الخاص بها مثل هذا التاج يوجد ماذا؟ بالتاج الخاص بها يوجد json object فيها معلومات نمر المعلومات عنها واذا اردنا اه كان لها مثلا لاحظوا ليس كل الاشياء هنا لديها اتشتامل واضح يعني مثلا wordpress feature image لا يوجد لدينا image هنا لكن wordpress ضمنيا يظهر لك هذه الimage لاحظوا مكتوب هنا is link true فاذا انا ذهبت لهذه featured image هذا لاحظوا رابط لمقالة فانها يتعطيني رابط للمقالة اين هي؟ نذهب صاحب تالية اذا هذا اذا نقرت عليها سأذهب لمقالة رقم اثنين واضح؟ فهذا هو الموضوع ما هو الشيء الذي اردت ان اتحدث عنه ايضا؟ اه نعم هذا الموضوع اريد ان اريكم بالHTML هنا كيف يظهر انا هنا بالكود كتبت wordpress featured image لكن هنا بالكود الموجود هنا ليست featured ليس يوجد لدينا tag التاغ هو بالHTML كما نعرف هو image ولأننا نحن وضعنا ان نريد هذه الimage ان تكون link ل link ل المقالة فهنا تم احاطة الimage بأي tag بهذا الشكل ووضعها بداخل figure فاذا نوعا ما wordpress سيستخدم لك تاغ الHTML الصحيح وهذا شيء جيد لان هذا سيعطي معنى لمقالتك لصفحتك لموقعك سيعطي معنى انما wordpress يستخدم لك الشيء الصحيح التاغ الHTML الصحيح طبعا الان قبل ان انهي هذا اريد ان اريكم هل يمكن ان نضيك اشياء اخرى خاصة بالمقالة او فقط نحن سنعرض فقط ستعرض سيتم عرض الصفحة والعنوان يمكن لاحظوا يمكن ان اقوم بحذفها كلها لا اريدها لا اريدها فاذا يمكن عفوا فاذا يمكن ان احذفها بهذا الشكل وهنا بداخل هذه المجموعة يمكن ان اضيف حلقة استعلاء اخرى لكن سابدأ بداية فارغة والبداية الفارغة ساختار مثلا الصورة العنوان التاريخ جيد فاذا هذه هي فاذا لاحظوا بالبداية الفارغة تم اضافة نموذج النقالة مرة اخرى يمكن ان اختار او شيء اخر تعدد الصفحات لا توجد نتائج لا توجد نتائج فيه فقرة ايضا نفس الموضوع الان بالنسبة لقالب نموذج الصفحة لدينا الصورة البارزة لدينا date لدينا title ايضا يمكن ان اضيف اشياء اخرى فمثلا add after يمكن ان اضيف دعوني اضلق هذا يمكن ان اضيف هنا المقططب اين هو المقططب لا ليس اسمه المزيد انا عادة ابحث باللغة الانجليزية يعطيني نتائج افتر فاذا هذا هو المقططب فاذا المقططب ما هو هو ناس يعني صغير عن المقالة صغير يعني اول اذا ذهبت الى المقططب هنا فيمكن ان احدد عدد الاحرف او الكلمات اللي تريد اعرضها بالمقططب وهي اول كلمات من المقالة ثم سيأتي رابط اقرأ المزيد فاذا هذا بالنسبة يمكن ان اختار الـ يمكن ان اضيف المؤلف نعم المؤلف هذا هو يمكن ان تضيف اسمه اذا هذا هو اسمي فاذا لدينا يمكن ان تضيف محتوى المقالة كامل نحن لا نحتاج ذلك لكن يمكن ان تضيف هذه الامور هذا هو بخصوص حلقة الاستعلام حلقة جدا مهمة ومفيدة لان ليس فقط ستستخدمها بالإندكس ستستخدمها في اكثر من مكان مثلا صفحة تريد ان طارد فيها مثل مقالات فلان او صفحة تريد ان طارد فيها مثلا حسب كلمة مفتاحية وهكذا اعتقد الى هنا ان انتهيت اشكر متابعتكم وان شاء الله كلما يكون لدي وقت يكون يكبث مباشر عن هذا الموضوع اتمنى انكم تستفيدون ونرتقي لاحقا مع السلام